دكتور ميت الميثاني الاسم المصري الذي حصل مؤخرا على وسام فارس من السفارة الفرنسية بالقاهرة على رأي كلامها يمكن علشان كذا ويمكن علشان كذا فأنا مستر أنه طبيعي أنه يبقى علشان كل الحاجة طيب فهرجع على مسألة بقى التنميط والتقطير في السينما المصري هل في الأول هل المزيع محق في رأيه في مسألة شاديا وناديا لطفي أنا متفقة معك تماما لأنه دي عبقريات ما بتوردش كتير على السينما المصرية فأنا من عشاء طبعا شاديا وناديا الوطفي وكثيرات يعني وفاة الحمامة وسعاد حسني وكلهم قدموا عايزة أقول لو كان فيه نمط ما لشخصيات ما هم قدروا يكسروا النمط ده طول الوقت لأنهم عندهم موهبة كبيرة وعندهم إدارة ممثل يعني اللي يشتغل مع بركات طبعا إدارة بركات اللي بيشتغل مع يوسف شهين إدارة يوسف شهين اللي بيشتغل مع حسن الإمام إدارة حسن الإمام فإدارة الممثل دي عنصر مهم جدا يخلي من ناحية الممثل نفسه قادر يدي كل طاقته وبالتالي يخرج برا النمط ومن ناحية تانية يخلي النمط علامة في ذهننا يعني لما بتذكر الأسماء دي في أدوار معينة هي علامة في أذهن كل المصريين النهاردة لا يمكن أنت السينما المصرية ولو حتى من باب الاستثناء عرفت في بعض الأفلام تفلت من التقطير أو التنميط في شكل ابن سلاش بنت البلد أنا بشوف مثلا في أفلام ما بيتمش ذكرها خالص بس إحنا متعودين قوي نتكلم على كل مجموعة أفلام صلاح أبو صيف برضو كامل التلميثاني يعني أحب أذكر هنا أنه فيلمه السوق السوداء طلعنا برضو برا النمط لكن بعد كده أنا بشوف حد زي يوسف شهين مثلا لما قدم لنا وممكن ده نختلف عليه لما قدم لنا داليدة في اليوم السادس ده اختلف جدا جدا ده بالتأكيد مش نمط لأنه داليدة بشعرها الأصفر بتاريخها بلاكنتها دي ترى كان عايز يعمل إيه أنا بحاول أمشي وراء المخرج عشان أفهم أنا مقدرتش أفهم أنا من الأفلام اللي بحبها الفيلم على بعضه حالة ما تركيبة ما وفي الآخر زي ما دايما الناس اللي غاوية السينما فتقول في النهاية ده جو يوسف شهين عايز كده يعمل لهو عايزه يقوله كده أنا ضد كلمة يعمل لهو عايزه ودي خالص تماما أنا أحب داليدة آه بس أنا مقدرتش أتزوق داليدة بنت البلد في هذا الفيلم آه ما هي عشان مش بنت البلد يعني هو قاصد أنه ما يخليهاش بنت البلد يقدم لي حاجة برا المتوقع أنا بحب في بعض الأفلام أنه أنا ببقى متوقع حاجة معينة ودخل علشانها باعتباري يعني باعتبار أنه ناقدة أكاديمية كل اللي أنت عايزه بتبقى عندك عدد معين من التوقعات لو مخرج قدر يكسر بعض هذه التوقعات أنا ببقى سعيدة بيه جدا اشتركوا في القناة